يا صباح الخيرات بسم الله مكملين رحلة التأملات في كتاب الله وصلنا للآية 189 من سورة البقرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وقتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون يعني كعادتنا أشرح لحضراتكم معاني الكلمات وأسباب النزول وبعدين أقول لحضراتكم كيف ننتفع بهذه الآيات في عصرنا المتقدمة كان عادة الصحابة يروحوا لسيدنا رسول الله يسألوه إما أسئلة شرعية في الدين وإما أسئلة كونية عن الظواهر الكونية وكان سؤال الصحابة المرة دي عن سؤال كوني وفي نفس الوقت تأثيره الشرعي يا رسول الله هو ليه الأمر شكله بيتغير يبدأ هلال صغير كده وبعدين يكبر لغاية ما يبقى أمر 14 مكتمل بعدين يلجأ يصغر تاني وإيه علاقة ده في رحلة سيرنا إلى الله بدنا وعلاقتنا بربنا سبحانه وتعالى فبدأت الآية يسألونك عن الأهلة والأمر في بداية الشهر اسمه هلال لأن يستهل يعني يبدأ أنت تسمع في إذاعة القرآن الكريم يقولك ونستهله مثلا هذا الحدث بآيات من الذكر الحكيم يعني نبدأ هذا الحدث فالاستهلال يعني البداية فالأمر لما بيبقى صغير كده في بداية الشهر هلال يسمى هلال أي من البداية يسألونك عن الأهلة فسيدنا النبي جاوبهم إجابة اسمها إجابة الحكيم يعني جواب ينفعهم في رحلتهم فقال لهم أن الأهلة دي هي التوقيتات القمرية اللي إحنا محتاجينها في رحلتنا مع ربنا سبحانه وتعالى لأن إحنا عندنا الأشهر العربية فيها عبادات زي معرفتنا في بداية رمضان إن الهلال جيه يبقى لو شفنا الهلال نبدأ أن إحنا نصوم وزي إن الأهلة بتعرفنا مواقية الحج ركن من أركان الإسلام لأن أشهر الحج اللي بيبدأ فيها الحج ياخد نية الحج الحج أشهر معلومة بتبدأ من شوال وذي القادة وأول عشر تيام من ذي الحج وبالتالي فالنبي بيقول لهم عليه الصلاة والسلام يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيته للناس وكان العرب زماني الأسهل بالنسبة لهم الحساب القمري الحساب الشمسي بيحتاج تطور معين لكن العرب زمان كانوا يقدروا يعرفوا الوقت والشهور بالهلال وتغير شكله لغات ما يوصل ليه زي ما قلت لحضرتك الأمر المكتمل ثم ينقص بعد كده عشان يبدأ الشهر الجديد قل هي مواقيته للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها إلا حصل إلا حصل إن كان فيه تشوه عند المشركين في العبادة عندهم بقايا من دين سيدنا إبراهيم في كعبة ليها رب بس هم أشركوا عبدوا الأصنام فهم عارفين إن فيه رب للكعبة فاكر عبد المطالب جد النبي عليه الصلاة والسلام لما أبرها خطف الإبل بتاعته وهو جاي يهدم الكعبة فرح له عبد المطالب قال له أنا عايزي الإبل بتاعتي قال له إحنا جايين نهدم الكعبة وبتسألني عن الجمال كتفاك تهتم بالكعبة أكتر قال له لا أنا رب الإبل أنا صاحب الإبل وللبيت الكعبة رب يحميه فكانوا العرب يعرفوا حتى في وقت الشرك كانوا يعرفوا إن هذه الكعبة لها رب ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله لكن من تشوه العبادة عندهم ودخول الشرك وعبادة الأصنام حطوا 360 صنم حوالين الكعبة فكان يطوفوا حوالين الكعبة حوالين أصنام ويسعوا ما بين الصفة والمروة يسقفوا ويصفروا فاكر الآية في صورة الأنفال وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية تسفيق وتصفير ففي تشوه فمن ضمن التشوهات دي إن هما لما حد فيهم كان يحرم يبقى محرم يعني لابس لبس الإحرام ومحرم كان لما يرجع بيته ما يخشش من باب البيت لأن لازم نخش من ظهر البيت ليه هو كده هو اللي ما عندوش مصدر زي القرآن والسنة عندنا ياخد منه قال الله قال رسول الله بيألف صلى الله عليه وسلم فيألف فكانوا يعملوا الحركة دي فواحد من الأنصار أحرم وخرج عشان الحج بل افتكر حاجة في البيت فرجع أم داخل من باب البيت وخالف القعدة فلا معلي انت بتعم انت محرم خش من ظهر البيت فنزل القرآن وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وقاتوا البيوت من أبوابها بلش تأليف في الدين فعلقتك بربنا عندك المصدرين القرآن كلام الله والسنة كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لكن خدت بالك ولكن البر من اتقى لو عايز تبقى وريب من ربنا وإنسان بر التقوى هي احترام الخلق وتعظيم نظر الملك الحق سبحانه وتعالى التقوى ليها شقين حماية العلاقة مع الله بإقامة أمر ربنا وعبادات ربنا واحترام الخلق لأن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول التقوى ها هنا ويشاور كده على قلبه ثم قال بعدها وكفى بالمرء إثما يعني يكفيه سيئات تهلكه في الأخرة كفى بالمرء إثما أن يحقر أخاه فربط التقوى بإكرام الخلق واحترام نظر ربنا وتوقير إن إحنا ربنا معانا في كل أحوالنا وأوضاعنا فبيقوله في القرآن ولكن البر من اتقى وقتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون نستفيد إزاي من هذه الآيات أولا فكرة جواب الحكيم سيدنا النبي دايما كان لما حد يسأله سؤال كان يحول السؤال لإجابة مفيدة زي الراجل اللي قال له متى الساعة أنت مش المهم تعرف الساعة إمتى أصلا كده كده مش هنعرف لأن دي معلومة اختص بها ربنا بس لكن النبي قال له ما أعددت لها قال له والله ما أعددت لها كثيرة صلاة ولا صيام بصلي الفروض وصوم الفروض وبحاول بس مش زي العباد اللي بيصلوا طول الليل ويصوموا أيام كتيرة ولكني أحب الله ورسوله قال أنت مع من أحببت فطلع الراجل بإجابة مفيدة يقدر يعيش بها واحدة تسأل سيدنا النبي معها طفل في الحج قال له هذا حج ينفع ده يحرم ويلبس لبس الأحرام هو بيبي صغير كده قال نعم ولكي أجر وانت تاخدي أجر حجته كمان يعني ترجعي حجتي بنفسك وعيالك خدتي أجرهم كلهم في مزان حسناتك وطبعا هم إن شاء الله أخدوا الأجر وبعدين واحد يقول للنبي إحنا بنبقى في البحر ومعنا مية قليلة لو اتوضنا بيها تخلص ومية البحر ملحة ينفع نتوضى بمية البحر قال نعم هو الطهور وماءه الحل وميتته اتوضى منه وكل السمك بتاعه كمان إنت لما بتصطاد السمك مش بتتباحه بتاكله ميت الميتة بتاعة البحر حلال فنتعلم من الآيات دي كيف تجيب السؤال في سكة تنفع السائل في حياته فكان الصحابة يسألوا النبي يسألونك عن الأهلة فعلمهم إعلاقة ده برحلتنا لربنا مواقيته للناس والحج ولغلهم حكم كانوا مقلفينه إنه لما تكون محرم تخش البيت من ظهر وقال له لأ خش البيت من باب من بابه العادي وخلي دايما مصادر معرفتك بدينك القرآن والسنة وليست أفكار موروثة والله أعلم شوفكم إن شاء الله المرة الجيئة على خير صباح الفل والخيرات والبركات السلام عليكم